هذا هو كتاب الخصال لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 93 رقم الحديث 101 أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث بسنده عن ثابت ابن أبي صفية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه موطن الحاجة هنا السجاد يقول وإن للعباس إنه أبو الفضل إنه الساقي إنه قمر الحسين في كربلاء هذا هو العباس الذي يتحدث عنه السجاد هنا وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة ليس الحديث عن الذين قتلوا في المعارك هؤلاء لهم منزلتهم الحديث عن أصحابي مرتبة الشهادة على الخلائق يوم القيامة الذين يتحدث القرآن عنهم دائما القرآن حين يورد هذا العنوان الشهداء لا يتحدث عن الذين قتلوا في المعارك وإن كان لهؤلاء من المنزلة الرفيعة بالضبط مثل ما مرت علينا الرواية يوم أمس في أن الحمزة وجعفر هما الشاهدان للأنبياء هؤلاء هم الشهداء من كان في هذا المقام الشهداء هؤلاء قد يكونون قد قتلوا في المعارك وقد لا يكونون الحمزة قتل وجعفر قتل ولكن هناك من الشهداء من لم يقتل في المعارك الشهداء منزلة لا ترتبط بمسألة القتل في الجهاد من أنهم قتلوا واستشهدوا الشهداء منزلة مثل ما هناك المرسلون هناك الأنبياء هناك الصديقون هناك الشهداء هناك الصالحون هناك المقربون الشهداء منزلة من منازل أولياء الله هم الشهداء على الخلائق وإن للعباس إنه القمر وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة الحمزة من الشهداء أو لا جعفر من الشهداء أو لا هذا العنوان الشهداء هذا العنوان الشهداء ينطبق على حمزة وعلى جعفر حديثنا عن الحمزة إنه في يوم القيامة يغبط العباس هذا كلام سجاد ما هو كلامي فأين نضع العباس حينئذ في أي منزلة نحن ما تحدثنا بشكل مفصل عن منزلة الحمزة عم رسول الله هذا المجمل وكشف لنا عميقا من الحقيقة الحمزة بعلو رتبته في القيامة ورتبته في القيامة أعلى من رتبته في الدنيا بعلو رتبته في القيامة يغبط العباس ابن علي يغبط يتمنى أن تكون له منزلة كمنزلة العباس والتمني هو طلب المستحيل مستحيل أن تكون له منزلة كمنزلة العباس إذن أين سنضع العباس وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء جميع لو كان الإمام قال يغبطه بها الشهداء لدلت على كل الشهداء ولكن الإمام أراد أن يؤكد ذلك يغبطه بها جميع الشهداء هذه اللفظة الشهداء جمع تكسير يحلى بالألف واللام يدل ذلك على كل الشهداء ولكن الإمام السجادة لتأكيد المطلب جاء بكلمة جميع كي لا يخرج ولا يستثنى فرد من هذه المجموعة ومن هنا فإن الحمزة وإن الطيار جعفر يغبطاني قمر الحسين إنه العباس بن علي وكما قلت لكم يغبط يتمنى المنزلة المنزلة والتمني طلب للمستحيل يغبط يتمنى من دون حسد ومن دون حب زوال النعمة عن الغير هذا الكلام لا يجري هنا في هذه الأجواء لكن المعنى اللغوية هو هذا لكلمة يغبط وإلا نحن نتحدث في أجواء الطهر وطهارة والفضيلة والعصمة لا معنى لهذه التفاصيل التي تذكر في اللغة هنا يغبط يتمنى منزلته والتمني هو طلب المستحيل يتمنى الحمزة أن تكون منزلة العباس له لكنه يعلم أن ذلك أمر مستحيل تلك منزلة خاصة بأب الفضل ولذا فإن جميع الشهداء سيغبطونه وبالمناسبة فإن هذا المصطلح الشهداء قد يطلق فيدخل فيه جميع المرسلين والأنبياء لأن المرسلين جميعا شهداء شهداء على الخلائق ولأن الأنبياء جميعا شهداء ولأن الصديقين جميعا شهداء فهذا عباس علي وهذا عباس حسين وهذا قمر الطفوف لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل لكنني أذهب إلى زيارته الشريفة وأقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من زيارة العباس ابن أمير المؤمنين هذه كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا أجد وقتا كي أتحدث عن كل التفاصيل لكنني أرشدكم أذكركم ببرنامج لي عرض عبر هذه الشاشة عبر شاشة القمر عنوانه إطلالة على هالة القمر إنها هالة قمر الحسين إطلالة على هالة القمر هذا البرنامج يتكون يتكون من 23 حلقة بدأ عرضه في يوم الخميس 15 صفر 1440 للهجرة 25 عشر 2018 ميلادي طوله 69 ساعة و35 دقيقة و55 ثانية هذا طول البرنامج 69 ساعة 35 دقيقة 55 ثانية متوفر على الشبكة العنكبوتية وإن سنحت فرصة أعدنا بثه عبر هذه الشاشة يمكنكم أن تعودوا إلى موقع قناة القمر الألكتروني وسائر المواقع الأخرى التي ترتبط بنا كي تطلع على هذا البرنامج الذي يحدثكم عن بعض من شؤون قمر بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه أعود إلى زيارته الشريفة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان جئتك يا ابن أمير المؤمنين الخطاب مع أب الفضل جئتك يا ابن أمير المؤمنين هذا خطاب مباشر للعباسي صلوات الله عليه جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافد وافدًا إليكم إنني أفد على محمد وآل محمد ولكن عبر هذه البوابة الطاهرة ينقلب الخطاب من خطاب لشخصه إلى محمد وآل محمد جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدًا إليكم إلى محمد وآل محمد وإلا فإن التعظيم هنا ليكون سليمًا إذا كان لشخص العباسي حينما بدأ الخطاب جئتك بالإفراط وليس بالجمع لو كان الخطاب جئتكم لكان خطابًا بالجمع إكرامًا وإجلالًا للعباس صلوات الله عليه لكن القضية ليست كذلك هذه معارض الكلام هذا هو لحن الحديد جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدًا إليكم يا آل محمد وقلبي مسلم لكم وتابع وأنا لكم تابع ونصرتي لكم معده هذا الخطاب ليس للعباسي هذا الخطاب لمحمد وآل محمد عبر القمر عبر العباس عبر هذه المرآة الإلهية العلوية عبر هذه البوابة المحمدية الفاطمية وقلبي مسلم لكم وتابع وأنا لكم تابع ونصرتي لكم معد حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين فمعكم معكم هذا الخطاب ليس للعباسي هذا الخطاب لمحمد وآل محمد ولكن عبر وجههم هذا هو وجههم فمعكم معكم لا مع عدوكم إني بكم وبإيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين إلى آخر الزيارة الشريفة قلت لكم قبل قليل عودوا إلى برنامج إطلالة على هالة القمر ستجدون الكثير من التفاصيل عن قمر الهاشميين قطعا لا يوجد برنامج يمكن أن يحيط بشؤون العباسي نعم هو برنامج يحيط بشؤوني أنا التي أعرف بحدودها ما أعرف من الشأن العباسي تلك هي شؤوني وما هي شؤون العباسي إن كان الكلام بلسان الحقيقة بلسان المجازي يمكنني أن أقول من أن البرنامج يتناول شؤون العباس في الحقيقة هي شؤوني هي شؤون عقلي وإدراكي وفهمي وذوقي وغاية الإدراك يا آل محمد يا آل علي يا آل فاطمة وغاية الإدراك أن أدري بأني لست أدري لست أدري نذهب إلى فاصل العبائر التي قرأتها عليكم قبل قليل من زيارة أبو الفضل صلوات الله عليه إذا ما ذهبنا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل إنها المضامين التي ترتبط بالأربعة عشر الكلمات هي هي نخاطبهم ويخاطبهم زائرهم مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم إلى أن تقول الزيارة الشريفة وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من الزيارة الجامعة الكبيرة وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معد حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه فمعكم معكم لا مع غيركم المضامين هي هي الخطاب الذي نردده في الزيارة الجامعة الكبيرة نخاطب الأربعة عشر المضامين هي هي في زيارة العباس الجامعة الكبيرة فاضت بها شفاه إمامنا الهادي وزيارة العباس تلك فاضت بها شفاه إمامنا الصادق إنها العيون النورية الصافية إنها منابع المعرفة ومناهل الحكمة إنهم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا سأقول عن العباس والحسين الذي هو الحسين يخاطبه بنفسي أنت فماذا أقول عن العباس بعد هذا موسيقى موسيقى